هلو دسو دكتور وعد اولا قبل نخش في الفيديو انا غيرت المايك مبدأينا انا عالطول باستخدم المايك اشان في ناس كتير قاعدوني استخدمي المايك والصوت مش واضح مش عارف ايه انا عالطول كتب باستخدم المايك بس انا صوتي قطي او for whatever reason في ناس كان عندها مشكلة في الصوت anyway انا غيرت المايك فهستنى منكم الفيدباك على الصوت للناس اللي كان عندها مشكلة في الصوت اكتبوا لي في الكومنس كده احسن ولا زي ما هو ايه اللي حصل طيب نحن دا هنتكلم في طابق مهم جدا ايه الطابق المهم جدا اللي انا دايما بتسئل فيه وهو هو انت عمرك شفتي ناس كانت بتمشي اسهل بكتير او بتخس اسهل بكتير على اللوكارب اكتر من كيتو او هل انا ممكن اكون من الناس اللي هتستجيب اكتر بكتير لما تقلل النشويات اكتر ما تشيلها خالص او اكشولي كون ده حصل لك فعلا الحقيني ده انا حصل لي حاجة غريبة جدا ده انا كنت عامل كيتو شايل النشويات خالص وبعدين اول ما دخلت النشويات حبة بسيطة قوي رجعت اخس رغم ان انا في الكيتو ما كنتش بخس او انا ما كنتش بخس في الكيتو اول ما جيت عملت اللوكارب اخسيت ده ايه تفسيره وهل فيه ناس فعلا ممكن اول ما تعمل هاي فات دايت اول ما تمشي على دايت فيه دهون كتير ما تخسش ولا لا طيب مبدئيا كده اول سبب بيخليك لما بتعمل لو كارب دايت لو انت من الناس اللي عملت لو كارب دايت خسيت بس جيت عملت كيتو جينيك ثبت او تخنت هو ان احنا ساعات وده فيه ناس كتير قوي بتعمله وانا بشوفه كتير جدا لما بنعمل كيتو جينيك لما بنمشي غير سكر غير عيش غير مقارونا مش عارف ايه بنبتدي نحس ان احنا عملنا اللي متعملش بنبتدي نحس ان احنا عملنا حاجة عظيمة وعملنا تضحية رهيبة وعملين مضحيب كل حاجة بحبيبها في الدنيا وحارم نفسي ومش عارفاي فبيبتدي يبقى عندي حاجة وحيدة يعيني اللي مصبراني على الدنيا هي الدهون فبتدي بقى يقول ايه حفلة انا انتو خدتوا مني الروز وخدتوا مني العيش خدتوا مني المقارونا وخدتوا مني كل حاجة حلوة في الدنيا لو فيه ناس كتير قوي على فكرة بنسبالها الاكل هو حلوة الدنيا فانا كده ما فضليش غير حاجة واحدة بس هي اللي حلوة الدهون فبتدي بقى ملأبيوز كل حاجة هتتغرق كريمة كل حاجة هتتسايح بالزبدة زبدة بقى زبدة بالهبل مش حتة زبدة بالهبل جبن بقى ويلا بينا وحفلة لما بتمشي على لو كارب دايت اسبشالي لو بتمشي على لو كارب صح وصح من ناحية الهرمون الابروتش لو شفت الفيديو بتاع لو كارب دايت بتاعيه حت اللينك بتاعه في الديسكريبشن انا شرحت فيه ازاي نمشي على لو كارب دايت من ناحية الهرمونس لو كارب دايت لو سمعته من حد من مدرست السعرات هيقولك قلل نشويات 130 جرام نشويات فين يوم مش عارف ايه دا مش لو كارب دايت اطلاقا دا لو كارب دايت طبيعي طالما هتقلل سعراتك هتقلل كل حاجة بما فيها النشويات فممكن ما جاز ان نقول عليه لو كارب لو كارب دايت روم هرمون البرسبكتف هو طبع عيلة الهرمونات و بنقلل فيه النشويات و لو كنت شفت الفيديو بتاعي او سمعتني انا بشرح قصنا لو كارب عمتا هتلاقيني دايمان بخوفك انا وكل الناس اللي من مدرستي اللي ما بيبقوش كيتو او يعني العادي ممكن نعمل الناس لو كارب دايمان بنخوفك من ميكس الدهون على النشويات دكتور تريد نيمان دايمان بيتكلف في الموضوع دا طوباس ديلاور دايمان بيتكلف في الموضوع دا never ever ميكس كاربز ان فاتس ever ever عمرك في حياتك من تاكل مثلا بطاطس بالزبدة ولا تسيح جبنا في الغيب هو دا سبب السمنة ومن اهم مسببات مقومة الانسولين فلو انت عامدك المعلومة دي وروح تعمل لو كارب دايت هتبتدي ما انت خلاص بدأت تدخل نشويات في اكلك هتبتدي تبقى مقلقم الدهون فهتبتدي انت اراضي مقلل نشويات صح مع لو كارب ومقللها صح عشان انت ماشي معانا باللو كارب بتاع الهرمون الابروتش مش من لو كارب بتاع خمس معلق روز بتاع اللو كالوري لأ ماشي معانا باللو كارب الصح اللي هو مقلل الفريكونسي وبتقولش النشويات كل ساعتين وبتقولش النشويات اصلا كل يوم زي ما انا شرحت في الفيديو بتاع الكارب سايكلنج تدوير النشويات هحطه في ديسكريبشن برضو فانت مقلل النشويات بس في نفس الوقت تمهسهش شوية كده من حوار الدهون لحسن اعمل مكس دهون عن النشويات حسن نكون بكل هاي فات هاي كارب حسن مش عارف ايه فهتبتدي تبقى كونزيرفت في شوية في الدهون هتبتدي تبقى محافظ شوية في الدهون هتبتدي تقلل الدهون شوية فهتبتدي تبقى الى حد ما لو كارب لو فات مش لو فات قوي يعني بس لو كارب وكونسيدرت شوية في الدهون يعني يعني بتفكر حتى في الدهون على عكس الكيتو خاص الكيتو بتفتح في الدهون على البحر ده اول سبب يخليك لو كنت من الناس اللي عملت لو كارب خاصت اكتر من لما عملت كيتو ده اول سبب ان انت كنت في اللو كارب كونزيرفت في شوية محافظ شوية في الدهون وفي الكيتو عملت حفلة وده من الاسباب او ممكن يكون ده السبب اللي بيخلي فيه ناس تقولك ايو هتعمل كيتو مجال ما تحسب سعراتك طبعا مفيش حاسمة كده لان الهرمونة الابروتش عكس الكالوري ابروتش تماما بس هو عشان كده عايزك تحسب سعراتك عشان خاف بقى انك تقولي يلا ما هي كيتو يبقى اكل ربع كيلو مجسرات يلا ما هو كيتو يبقى اكل مش عارفة حلويات كيتو اه كاب كيتو يلا هنأكل منها اتنين كيلو هو خاف تعمل كده فبيقولك احسب سعراتك طيب ده اول سبب بيخليك لما بتخص على اللو كارب لما تعمل اللو كارب بتخص عليه اكتر من كيتو طيب السبب بقى العلمي للموضوع ان فيه ناس فعلا سيبك بقى من اللو كارب وسيبك من كيتو سيبك بقى من هرمونات وسيبك من السعرات وسيبك من انت معانا ولا ضدنا ولا انت نباتي ولا انت بتاع سعرات ولا بتاع هرمونات بغض النظر انت شخص دلوقتي اول ما بيجي يزود الدهون في اكله بيدخن او على الاقل بيبطن يخس مبدئيا كده ده ده دليل على ان الحرق عندنا مش كويس خالص بغض النظر عن ان انت مقتنع بالكيتو او لا لو اول ما بتزود الدهون في اكلك وزنك بيزبط رغم انك قبل كده كنت بتخس او كمان بتدخل ده مش انديكيشن كويس خالص طيب ليه دي دراسة اتعاملت على مجموعة من الناس جابوا مجموعة لين مشي معناها رفاية لين معناها الدهون اللي في جسمهم قليلة والكتلة العضلية اللي في جسمهم عالية ده اسمه لين شخص لين شخص ما عندهوجه دهون كتير وعنده كتلة عضلية كويس مش معناها رفاية ممكن على فكرة تبقى رفاية وجسم كل دهون تجربة وجبنا معهم تانيين مجموعة وبيس وبيس مش معناها وزنهم زايد وبيس معناها عندهم كتلة عضلية عالية جدا عندهم قصدي دهون عالية جدا ومعندهمش كتلة عضلية فجبنا المجموعتين دول وعملنا عليهم تجربة اديناهم اكلة هاي فات اديناهم اكلة مليانة دهون تمام وجينا تاني يوم مرة انهم عملنا لهم تمرين وشفنا الفات اوكسيديشن عند المجموعتين دول يعني قدرة المجموعتين دول على حرق الدهون لو ايه بقى لو ان الناس اللين اللي هم عندهم قطلة عضلية عالية ومعندهمش دهون كتير في جسمهم لما ديناهم high fat meal لما اكناهم اكل فيها دهون عالية حصل زيادة في الفات اوكسيديشن عندهم او في حرق الدهون لكن الناس الابيز ما حصلش ايه حاجة الفات اوكسيديشن زي ما هو ومحرقوش دهون ليه ويعني ايه يعني حاجة اسمها metabolic flexibility وانا شرحتها قبل كده هحط اللينك بتاعها في ال description برضو metabolic flexibility يعني المرونة في الحرق يعني قدرة جسمي على انه يغير في البنزين اديته نشويات يحرق نشويات اديته دهون يحرق دهون metabolic flexibility ده concept جديد جدا اول مرة يتعامل كانت اول مرة يتكتب في paper كانت سنة 99 ده اول مبارا لما يكون في حاجة طلعت في العلم قريب قوي كده دي حاجة جديدة جدا ومعناها ان احنا مش فاهمينها قوي يعني ومعناها انه العلم بيتجدد والعلم بيتطور ومش نفس الكلام يمضل بقوله طول حياتنا من 50 سنة metabolic flexibility يعني مرونة في الحرق يعني قدرة جسمي على انه هو يبدل في البنزين ديته نشويات يحرق نشويات ديته دهون يحرق دهون وما يعطلش في ولا واحد فيه metabolic flexibility في علاقة بينها وبين مقامة الانسورين كل ما كان عندك مقامة انسورين كل ما ما كانش عندك مرونة في الحرب كلما ينسبت الدهون في جسمك اتقع لكل مكان ما كانش عندك دهونة في الحرب مرونة في الحرب كل ما كنت كتلة العضلية بتاعتك أحسن كل ما كان عندك مرونة في الحرب فالليين اندفاجولز دول اللي كانوا في التجربة دي اللي ما عندهمش دهون كتيرة والروفايعين والكتلة العضلية عندهم كويسة أول ما جسموهم لقى دهون قال تمام بس كده تدخلتلي هايفات مين تدخلتلي دهون كتير خلاص تمام يلا بينا نحرقها على عكس الأبيز اللي أول ما جسموهم دخل دهون هو مش عارف يعمل دي عشان ما عندوش متابوليك فليكسبيلتي ما عندوش مرونة في الحرب مش عارف يغير بنزينه مش عارف أنا مبارح كنت باكل مكرون بشامل له بحرق نشوايات دلوقتي انددتني دهونة نعطلت أنا مش عارف عمليه علشان ما فيش مرونة في الحرب هو ده السبب اللي بيخلي فيه ناس كتير جدا أول ما تيجي تبدأ كيتو أول ما تيجي تبدأ هايفات دايت عمتا أو حتى تزود الدهون في أكلها عمتا تاقي نفسها بتتخن جدا 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 أو ما بتخسش على أقل فيه ناس على فكرة بتتخن لما تزود الدهون مش بس ما بتخسش وقل لك ايه بقى أنا من ناس اللي ما يفعش نزود الدهون على فكرة كيتو ما يفعش كل ناس فيه ناس ينفعش من النشوايات فيه ناس ينفعش من النشوايات على فكرة أنا لما زودت الدهون تخن وأنا أصلا كنت بخس الواحدي وأنا كنت ماشي الواحدي على لو كالوري وخسيت بس أول ما عملت الكيتو زودت الدهون تخنت. this is not an indication for metabolic health. بغض النظر عن ميولك في التغذية. سواء كنت بتحب الكيتو ما بتحبش كيتو عايز تعملو مش عايز تعملو دي اصلا تجربة لوحدها عشان تعرف بيها انت عندك metabolic flexibility ولا لأ. دي تجربة عشان اعرف بيها ان عندي مرونة في الحرق ولا لأ. عشان اعرف صحة الحرق بتاعي. بغض النظر عن ميولي وبغض النظر عن ال bias بتاعتي اطلاق. فلو كنت من الناس دي دا مش معناه ان الكيتو ما بيشتغلكش ولا معناه ان انت من الناس اللي ما بتعرفش تحرق دهون ولا معناه ان انت من الناس اللي ما يفعش تمشي على ال high fat diet ولا معناه ان انت من الناس اللي ما يفعش تقلل النشويات ولا معناه انك لازم تاخد نشويات عشان تخس ولا انك لازم تمشي على low calorie diet. دا معناه انك ما عندكش حاجة اسمها metabolic flexibility. ما عندكش مرونة في الحرق. جسمك ما بيعرفش يتعامل مع الدهون. وده على فكرة ليه علاقة كبيرة جدا بانك عمرك ما شفتها. لو انا حد عمري ما تعاملت مع بنا قدمين. ابقى بعرف اتعامل مع بنا قدمين. في ناس كتيرة جدا عمرها عمرها. او معظم حياتها لكلة زبدة ولا شربة ولا كريمة. ايه بخاف. لا 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 لا. ناكل شفان بالعسل بالموز باللبن عادي. شو شكل. ناكل لعيش وناكل رز وناكل مكارونة وعطس وكارب كارب 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 كارب. بس بنخاف جدا من الدهون. لما يكون بخاف قوي كده من الدهون. وباخدش دهون كده في جسمي خالص ما بيدخل لهاش خالص. لابيخلي جسمي اصلا انه هيتعامل مع الدهون. وبيعرفش قصة عن مع الدهون. نعمل ايه? في المرحلة دي بتاعت ان انت اصلا لو عملت لو كالوري ديتي اما بيشتغلش معاك اما بيشتغلت اما هتموت من الجوع. تيجي تعمل كيتو تلاقي نفسك بتدخن. او تعمل حتى لو كارب تلاقي نفسك خالص او مجرد ان انت بتعلي الدهون وزنك بيثبت او ما بتخسش تعمل ايه? واحد ان دي مشكلة في المتابالك فليكسبلتي وان احنا هنعالجها ما تقولش النفسك اه يبقى انا من الناس اللي ما ينفعش مش عارف ايه. يعني ان انا اجي جرب حاجة ولا ايها مش تغليتش اقول يبقى دي مش نفع وارميها في الزبالة. ما انتبه انا عايز افهم هي ما نفعتش ليه? ما نفعتش عشان انا ما عنديش مرونة في الحرق. هلينفع يبقى عندي مرونة في الحرق? اه طبعا ينفع وانقول ازاي دلوقتي? ازاي يحل المشكلة دي? دلوقتي بدخل دهون كتير جسمي وبيعرفش يحرقها عشان جسمي وبيعرفش يتعامل مع الدهون. ازاي يخلي جسمي يعرف يتعامل احسن مع الدهون? هنعمل حاجتين. واحد صيوم 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 صحبك وحبيبك هو ده اللي هيخليك متابالك هو ده اللي هيزود المرونة في الحرق هو ده اللي هيجبر جسمك على حرق الدهون اتنين هنعمل توماس دي لاور قال عليه قبل كتب فيديو عجبني قوي قال ايه يعني روح ناحية حاول تبقى حاول تزود المرونة في الحرق عن طريق انك تقلل للنشويات مش انك تزود الدهون انا قلت والله يوسوتي تنبع كيتو دايت يعني دايت قليل في النشويات جدا 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 مالهاش علاقة بالدهون بغض النظر عن اللي مكتوب على السوشال ميديا بغض النظر عن السبعين في المياه فات بغض النظر عن اللي زي كيتو كيتو جينيك اكيتوسيس هي الحالة اللي بتخشها لما بتقلل النشويات لو انا روح تداخل الكيتو بمينسيت او انا دلوقتي خلاص انا لقيت نفسي عندي الحالة اللي احنا اتكلمنا فيها مش بخصش لما ببقى فيه دهون مش عارفة مش عالو كالوري هو بخصش عالو كالوري اعمل ايه قصوم هقلل النشويات من غير معمل حفلة دهون هقلل النشويات يعني كأن يمقلل النشويات ومقلل الدهون هنتمسح شوية كده في البي اي دايت بتاع دكتور تريد نيمين كأن انا هنقرب كده من البي اي دايت بتاع دكتور تريد نيمين اللي هو لو فات لو كورب مش معنى انك تاخل بروتين وسلطة هتدخل شوية دهون بس على الهادي من غير حفلة بالراحة على هادي خالص يعني شوف انت دلوقتي بتعمل ايه اللي هو الكيتول او نسبة الدون ان انت بتقول عليها بالتخنك او مش مخصصات دي ونزلها بطريقة ريماركبل بطريقة لدرجة انك تحس فعلا ايه دا ايه دا دا انا شكلي فعلا انا كده فعلا حسب بفرق في وجبتي يعني مش بسا بدل ما كانه كذا بقى وكذا بس انت مش حسس بالفرق حاول تخليها حاجة تبتدي فعلا تحس ان انت قللت فعلا هيحصل ايه كده انا بصوم بقى مسيومة قطة وقللت النشوات ومش عامل حفلة دهون هو دا اللي هيخليني يبقى عندي متابولك فليكسبلتي هيخليني يبقى عندي مرونة في الحرق وبعد كده لما يبقى عندي مرونة في الحرق حياتي يتبقى اسهل بكتير بقى اسهل في ايه اولا الدهون مش هتبقى بوعبع لان جسمك هيبقى بيعرف يستخدمه عادي جدا يوم ما هتزاود دهون هتلاقي نفسك بيتحرقها وهتخس بسرعة جدا جدا على الكيتو وعشان كده على فكرة الناس اللي ما عندهش مكوم دينسورية بتيك تعمل كيتو بتتشفت مش بتخس بتتشفت علشان هو متابولك فليكسبلتي بتاعته عالية جدا المرونة في الحرق بتاعته عالية جدا جسمه قوم بيلاقي الدهون بيحرقها ومعندوش اي مشكلة هيحصل ايه تبقى لما يبقى عندك متابولك فليكسبلتي هيحصل حاجة كويسة جدا الحقيقة انك مش بس بقى هتعرف تزاود الدهون انت كمان هتعرف تدخل نشوات مغير ما تترعب من اهم الممائزات المتابولك فليكسبلتي المرونة في الحرق ان انت لما بيبقى عندك دهون بتحرقها عندك نشوات بتحرقها عادي كان مين مش فكرة مش هون بيكر ولا مش فكرة مين كان بيقول عليها كأنك بتبدل العربية المانوال لما بتبدل اول وتاني ومش عارف ايه هو دل جسمك بيعمل عادي تدي نشواتي يلا بينا تدي ليدهوني يلا بينا عشان كده لما تبقى متابولك لفليكسبل فعلا عندك ممنة في الحرق فعلا لو جيت فيهم كلت نشوات نشواتي مش هحصل حاجة مش هتلاقي نفسك بلوتد وتنفخته ودخنت جدا ومش عارف ايه خالص عادي يعني لو سمعت توماس دي لاور دلوقتي بيقول ان هو كان ماشي استريكت كيتو فترة طويلة قوي ودلوقتي بداخل نشواتي كل فترة مش هتدخن مش هحصل حاجة مش هحصل مصيبة لان الجسمي بقى فيه مهرونة في الحرق دكتور تيد نيمين دايما بيقول هو ده الهدف من كل همعملو فيديو ده لأي حد اونا بيزود الدهون بيدخن او ما بيخسش او للسؤال الشهير بتاعه او انا ممكن اكون بخس او ممكن حد يخس عالله كارباكتر ميكيتو ولا لأ او هو فيه ناس ماينفعش معايها الهاي فات دايت نو لأ هذا كان دكتور وعد هاي بيقول داي ومتنسوش تقولوني الريفيو بتاعكو عالمايك الجديد باب